موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في اليوم المغتربين اللبنانيين صاروا اكتر بكتير من اللبنانيين اللي عايشين بلبنان ونبعد ما نشوف الحالة الامنية والسياسية والفراغ بالحكومة اللبنانية منصر نفكر اذا لازم نبقى او نروح اكيد انا شخصيا ما بروح ولكن في كتير ناس بتفكر بالاجيال الجديدة بولادة اذا لازم تبقى او لا اليوم حلقة كتير خاصة لانه ضيفي كاتب لبناني ولكن له 25 سنة عايش بامريكا اكيد ما بيفكر يرجع طول على لبنان ولكن بكتبه كلها ودراساته بيطرح اسئلة واجوبة وحلول حول كيف المغترب اللبناني ممكن يساعد وطنه وكيف وهذا ابدا الحكومة اللبنانية فيها تخلق مشاريع تقدر اكيد تجلب اهمية وعن الاعتبار اللي عندهم اياها المغتربين لوطنهم واليوم اربط اكيد الانتخابات شو رأي المغترب بهالموضوع شو دوره كل هالاسئلة اليوم حنلاقي اجوبتها مع السيد ويسام يافي اهله وسهله فيك بلبنان شكرا اهله وسهله فيك بستوديويت الام تيفي شكرا ويسام يافي انا من تقريبا سنة وشوي استضفتك عبر السكايب من واشنطن دي سي وين حضرتك مقيم لك 25 سنة لنحكي عن اول كتاب لقلك واليوم رح نحكي عن دراسة مهمة جدا وكتابك الجديد ايضا اهلا وسهلا فيك اهلا فيك كيف بتلاقي لبنان ويسام انت ما بتجي دايما على لبنان بحاول ايجي مرة مرتين بالسنة نعم ومن وقت ما تركت اميركا بركيا ما بقدر ايجي كل سنة ماز بتمنى نعم بس بحاول قد ما قدر ايجي وجيت يعني حصل لي فرص شوف لبنان بغير طرق بتذكر مرة جينا عملنا دي دراسة انا وكت عم بدرس بالجامعة مفصلي وقتها من كم سنة اه جيت مشيت لبنان بغير بغير وقت كمان ودائما بحب ايجي عبالدي متكلها المختلفين اكيد على كل حال وقتا نقرأ دراسيتك وكتبك ويسام منحس اديشك لبناني وفهمين كل شي عم بصير بلبنان من ناحية السياسية والاقتصادية والجيوسياسية من هيك ما في واحد هيك يحكي عن موضوع اذا منو عندو ادراك كامل وشامل عن الموضوع تحب عرف المشاهدين على حضرتك ويساميا في من موليد بيروت سنة 1970 تقلت للعيش بامكا بسنة 1987 وكن عمك 17 سنة بس حائز على نبي اي بالاقتصاد والتمويل وايضا ونبي اي من جامعة هارفورد وايضا عملت كمستشار لجمعيات دولية وبرمت بكل انحاء العالم يعني انت عادتك بتسافر كتير يعني كمان عندك نظرة عن العالم وشوان بيصير اليوم بالناحية السياسية والاقتصادية قبلت الكثير من الوقساء والوقساء الوزراء ووضاط وأكاديميين ويجالدين يعني ناس برزين بمجتمعهم وايضا كتبت الكثير من المقالات منا بدايلي ستار والجزيرة وشاينا دايلي وعلى الانترنت ومتمقلت أول اكتب إليك صدفتك ثرو سكايب سنت الماضي بإنفادي ديموكراسي في العالم العالم واللي خضرت حضرتك من أجله بهارفورد كاندي سكول оф كوفرمنت جورج ميسن يونيورستي دو كاندي انستيوت وغيرة يعني كان فيه اهتمام كتير مهم على هالموضوع لأنه بدأي أقول للمشاهدين حضرتك تضطرق لمواضيع ما حدا قبلك بطريقة كتير واقعية أكاديمية وأيضا فعلية يعني هذا الحلو اليوم رح نحكي عن يعني اليوم عم بتاعتي نظرت مخترب على الموضوع وأيضا بدي بلش بريبورد حضرتك دراسة عملتها حول المغتربين اللبنينيين ليه الاهتمام بالهالموضوع؟ هل لأنك أنت مغترب؟ أو لأنه بتحس أنه ما في دراسة حول هالموضوع؟ الاثنين يعني أنا اتطلعت شو موجود وحلو واحد لما بدي يحكي عن موضوعي شوف شو إجا قبله ليتعلم منه ولا يزيد عليه إذا بيقدر فتطلعت على موضوع الاختراب وعم جرب شوف أنه كل التغييرات من الكتاب الأول اللي عم بتصير بالمنطقة اللي هي حتمية اللي عم بيصير من ناحية الديموقراطية إلى آخرية عم جرب أفهم أنه هالمغتربين يا ترى بيقدروا يساعدوا بلادهم وما بس عم بيحكي عن لبنان طبعا هالريكورت اللي أنت زكرتيه هو عن لبنان بس كمان عم جرب شوف أنه هالمغتربين اللي بتونس هالمغتربين اللي بمصر كذا هيدا كان نقطة الابتداء بس بعدين فتت بلبنان بعمق وصار كان عم بيصير حكي كتير بدور المختربين بربنان مش لأول مرة بس بعتقد لأكتر مرة عم بتجرب هالدولة برئيسة الجمهورية بعتقد رئيس ميشيل سلمين فخامة الرئيس عم بيجربوا يعملوا شي مع المختربين بس جربت لقي دراسات وملائت فقررت أنه عمل دراسة وفوت بعمق لجب شو هي المشاكل بس مش بس مشاكل من ناحية معينة أو دينية أو سياسية بس من ناحية كمان اقتصادية وجربت شوف شو في غير بلاد عم بيعملوا من ناحية المختربين عم بتزبط ما عم بيزبط وهذا كان حالو كتير طب اليوم من بعد هالدراسة اللي هي فريدة بالنوع وبتمنى تكون بيد كل مسؤول هالدراسة ياريت ويسام وبعرف أنه هيدا هو كمان اهتمامك اليوم ما هو دور السياسي والاقتصادي اللي عنده يه المخترب اللبناني يعني أنا بعتقد صعب واحد يفصل اتنين بس لنحكي الواقع الدور السياسي للمخترب باللبنان ضعيف بالوقت وحاول نعم أكيد لأنه منه موجود وحتى فيه الانتخابات يعني فيه بس دور ضئيل بالانتخابات ما فيه كتير دور قوي بس الدور الاقتصادي كتير مهم يعني دور الاقتصادي بلبنان إذا بتطلعي على الاحصاءات اللي بتجي من البنك الدولي بتشوفي أنه تقريبا 20 بالمئة من الاقتصاد للبنان اللي هو 8.4 مليار 8.4 مليار بيجو من المختربين يعني عن دور تقريبا أكتر من 20 بالمئة 30 بالمئة من الاقتصاد للبناني اللي هو إذا بتخديه كسكتر بالاقتصاد طبعا أنا أكبر سكتر بالاقتصاد يعني ما فيه تليكوم ما فيه حتى الدولة اللي بتصرف الدولة بالسنة كل هؤلاء إذا بتجمعيهم ما بيطلعوا قد المختربين عم يبعطوا على لبنان فاقتصاديا كتير مهم دور لبنان هاي واحد اتنين اجتماعيا ثقافيا دور المختربين كتير مهمين مثل أنت عاملة مقابلات مهمة كتير مع كتاب مع رجال عمال مع حكمة بكل العالم من هذه الناحية أنا بيعتقد فيه كتير فيه نعمل للبنان وبالريبورت منفوت بالتفاصيل شو فيه نعمل مش بس للبنان يستفيد من المختربين بس كمان للبنان يفيد المختربين هاي ده يكتر مهمة هاي ده رؤية ما بيعتقد حدا نشايفها أنه دايما نحنا منطلع أنه كيف هالمختربين يقدروا يفيدوا لبنان طب بدل ما نعملها بس عاطفية ونعتمد على عاطفية المختربين هي موجودة بس ما بيعتقد بتكفي خلينا نطلع عن مصالحهم المصالح المختربين موجودة بلبنان فإذا كيف منقدر شو هي يعني شو ممكن اليوم إذا بدنا نقول فيه يا مخترب طعا نحنا عم نفكر فيك وطناك بيأمن لك هالشي بيعطيك هيدا الشي شو مثل شو ممكن أنا بيقلك من شخصيا بس أنا بأنه هلأ عم بيشتغل مع كتير مؤسسات مختربين بكل العالم يعني من أستراليا لأرجنتين كل ياتنا عنا مثلا نحنا منحب ولادنا ولاد ولادنا يكونوا أقرب لوطنهم طب كيف فينا نحنا نقربهم لهالشباب كيف فينا نساعد الاقتصاد اللبناني يساعدنا مثلا أنا عندي شركة تربية طيب ليه ما بقدر مثلا نقدر جيب عشر خمسة عشر حدا يعمل من لبنان يجي على أميركا مثلا بحالتي يقدروا أنا شركتي مانا كبيرة يعني مانا كارلوس سليم أو حدا تاني يقدروا يساعدوا مثلا هالشركات سو بتساعدوا شوية الترينينج إمبليمنت براكتيكم هذول الأسفل يعني بتجيبوا برينز من لبنان مفكرين يروحوا يساعدوكم هوني أولا بيكونوا عم بيساعدوكم تاني شيء أنتو عم بتعطيوهم كمانا إجرم أعلى من ممكن هوني هون بيكون في شارينج أو إنترست يعني وإدياز ومع الفكرة أنه يدلون يرجعون يعني نحنا في لبنان فكرة أنه المغتربين أو اللي عم بيهاجروا خسارة للبنان ما بقى بهالعالم اللي كلياته صار أنه العولة مفتوحة على الكل صفة الواحد بده يحسب أوكي أنا هالمخترب عم بيروح كيف بقدر دلني عم بقدر يعني إجزبه هو وكل الكوميونيتي اللي عم بيبنيها بالمغتري وفي بلاد بالجوار عم بيعملوا هالشغل وفهمينينا فإذا مثلا عندهم إنجينيرز بيشغلوا بالإنتل أو بإي بي أم أو كذا يمكن هولي ما حيقدروا يرجعوا يشتغلوا بلبنان بس كيف نحنا بنقدر نستغل بوجودهم هناك ليقدروا يفيدوا اقتصاد لبنان وهون فيني أعطيكي بعض إحصاءات كتير مهمة وكتير مثلا بريطانيا كلها بريطانيا اللي هي يعني من أكبر اقتصادات لبنان بيجي عائدات من المختربين لبريطانيا أقل من مليارين بالسنة كلها نحنا 8 مليارات هلا بتقولي طب معقول شو ما عم بيشتغلوا بريطانيا بلد معاولا ما في شك من 150 سنة عقيا فيكتوريا ما في شك بس شوف شو بيعملوا الفرق هن اللي بيعملوا الفرق أنه بيلاقوا الطرق هالمختربين يرجعوا في كوفي انفستمنت بالبلد فالنشاطات الاقتصادية عم بتصير ببريطانيا صح يعني هون كتير أنا بس بدي أرفت النظر أنه في كتير نحنا بنعرفه كل المشاهدين بيعفو أنه كتير لبنانيين مختربين أكيدة يعني فنياء كبار جربوا يجوا على لبنان جربوا يفيدوا البلد بس بكلمة الكلمة يحقول كلمة يمكن برشها هشلوهم مصبو لأنه ما في طريقة حضارية طريقة وعي مثل ما كمين كي في مؤتمر إرسموا للمختربين للبزنسمين تيحطوا مصاري ويعملوا شريع إجا أنا لأنه كنت بأميركا ومكما قلت حضرتك بلد شخصيات على قريبا يعني مساء يحضروا كتبت تاريخ بالسيزن 2 كمين كان هيدا همون أنه نحنا جارنا على لبنان جربنا من أن ننزل بمشاريع بس ومعنا مصاري بس ما كان فيه مشاريع مصبو ما جينا ما فيه مشروع حاضر واقعي تنبلش نحط هيدا هو ناقص البلد يعني سوري قطاشتك وكري بدي شوف اليوم شو رأيك بدور المغتربين بالانتخابات خاصة أنه اليوم حلو الإنسان المواطن اللبناني لو عيش بأفريق أو بأستراليا أو بأمريكا يحس أنه هو كمان عنده رأيه وعنده أفكار يعني عنده كمان يمكن حزم معين شخص شخصية سياسية معينة بيحب ينتخبه نحنا بعتقد في علامة استفهام كبيرة بالاختراب ليش لم يفاتوا وسجلوا حالوا للانتخابات بلا ما نفوت كتير في التفاصيل بس بغير وقت I'd love to بس نحنا تسجل عشر تلاف مغترب من قبل تقريبا سبعمائة ألف مسجلين بإحصاءات بنك دولي كذا من المغتربين فإذا هني من مهتمين بالانتخابات أنا بقول لك مهتمين بس بنفس الوقت ما شايفين في كتير تغيير يعني أنا لما هجارت بالسابعة والثمانين بالسابعة والثمانين هجرت رحت على الغربي نفس نفس السستام بعده موجود اليوم أكيد فإذا إذا أنا بدي أجي كالبناني مغترب وانتخب لنفس الطريقة لنفس الناس بعدين نحنا كل ييتنا اللي بأستراليا اللي بأماركا اللي بكندا اللي بأوروبا تعلمنا أنزمة بتقدر تمثلنا فإذا نحنا بلبنان كبلد شو عم بيعطينا تمثيل لبنان غير أنه يقلنا فيكم تتخبوا نفس النواب اللي كان فينا من 25 سنين اللي نتخبوا لنا فلينا سعر ولو عم تحسوا فيه نحنا المواطنين اللي عايشين في لبنان عم نحس فيه حلا أنتوا بتشوفوه من بره بعد أحسن لأننا عايشين فيه أبشع يعني واحد لازم يبعد تيشوف الأمور بطريقة أوضح مع هيدا وكله أنا بقلك المخترب منه كتير مفهوم من اللبناني نحنا أول شي الموضوع الطائفية لنا نفقد مع السنين ليه؟ لأنه مننا عايشين بهيكي أنزمة بقى أنا بأماركا ما بتفرق ما حدا 25 سنة ما حدا نسألني ديني ما حدا نسألني شيء بقى بقى احترام للإنسان بس طبعا هيدي هيدي شغلي نحنا الأحزاب السياسية في لبنان ما بقى تعني لنا شيء في كتير في عندك ناس عندهم بس نحنا بالنسبة لنا بهمنا يكون عندنا تمثيل بالنسبة للمغتبين جديد صح عكل حال رح نرجع على هذا الحديث المشوق بس نبقى مع وقفهم مشاهدينا الكرام منتابع فقرة كتاب مع الكاتب اللبناني الأمريكي المغترب اللبناني المغترب ويسام يافي كتبك اديكايت اوف ترمويل اند هوب اكمبيل او ثوات اند رائع باي لبانيز عرب اكسبات 2000 2012 هو كتاب بتحكي فيه عن مشاكل الجيو سي سي والاقتصادية والاجتماعية بلبنان والمنطقة العربية لأنه بتحكي كتير كمان عن عن حرب العراق عن يعني هلأ شو عم بيستير بالعالم العربي الربيع العربي ثورة الأرز بلبنان وما بعدها يعني منشوف كلها بحسك عم تكتب خاصة لهالجيل الجديد واليوم ابنك معنا بالستوديو هو وما بيحكي عربي وانا زاليني منك لازم انا بلاقي اللغة العربية طبعا وشو بتلاقي انت تيدل هالجيل الجديد قريب عن وطنه بعتقد أهم شي نتعلم من الماضي يعني أنا اللي بيخوفني من الجيل الجديد أنه خصوصا هلأ كنت بالمدرسة طبعيتي عم بزورها وعم بحكي مع تلميذ من كم يوم عم بينسوا الماضي الماضي الحزين طبعا بلادنا يعني فلازم يتعلموا لازم يتعلموا من اللي مضى ولازم يتعلموا من اللي اجا قبلهم ما معناتها أنه يفرضوا على حالهم أو يعملوا على أنه كيف بفكرهم ما يحب لأعتقد هالجيل هيكون عنده قوة اقتصادية مهولة نحن ما بنتخيلها جيلة ما بيتخيلها نعم فلازم نحن نهيق له نعم مستقبله نعم وقتها تحكي أخاصة عن لبنان بتقول you just don't kill حريري وبتحكي كثير عن ثورة الأرز وعن مقتل رئيس حريري ليه يعني أنا بكل ما جيتي على لبنان وخصوصا بالألفين جيت وتعرفت وقتها كنا نعمل دراسة بهارفرد وتعرفت على اللي كانوا عم بيديروا البلد مع أنه هو الحريري بوقتها كان خارج الوزارة وتعرفت عليه وتعرفت على غير أطراف بكل لبنان أنا مني مني حزبي مني ما بنتمي لحدها نعم أصلا عايش برا منك بالفعل فدايما عم جارب كنت اطلع لا أقدر فتش على الحقيقة حقيقتي ما بعرف حقيقتي جميع فالتقيت معه كشخص والتقيت وتعرفت عليه وعلى مشاريعه وهلأ فيه واحد اقتصاديا في برو في كون وكذا ماشي الحال بس كشخص هو المخترب ورجع ليساعد بلده فأنا بالنسبة لي كان كانت التراجدي للبنان أنه بغض النظر عن السياسات والإنجاها أنه مخترب يعني عم تقتل رمز كنت لكتير مختربين كان رمز وهو مخترب يعني اغترى بلبنان 30 سنة بلك أكتر مني وبعدين رجع ليساعد بلده وليموت بهالطريقة كانت أنه محزنة ما في الشاك وكانت صدمة للكتار بتحكي عن قبيع خاصة بمصر بيتونس البلدين اللي منشوف أنه اليوم من بعد ما سأقت كل شيء كل الديكتاتوريين سأقتوا ولكن اليوم وشو عم نشوف اليوم بعتقد حتكون معركة اقتصادية على المدى المتوسط للبعيد يعني أنه ما بعتقد حتكون ما في حلول بالمدى الأصير وبلبنان شفت نفس الشيء بالألفين يعني لما كنت عم بعمل دراسة بألفين وجيت مع هارفورد وقت لنعمل دراسة شفت في عنا مثلا فرق أنه اقتصاد عم بفيد فريق وما عم بفيد أفريقا هذا موجود بكل العالم بركي ما بالخليج بس بركي بغير بلاد بأمريكا الشمالية هوني باللوفانت إلى آخرية فهي معركة اقتصادية على المدى المتوسط للبعيد لا يقدروا هالمجتمعات العربية تقدر تجع تركلج اقتصاداتها ما حتكون هيني حتكون صعبة نحنا هوني بلبنان أنا بعتقد يعني عنا جزء من الديمقراطية قديمة بس لازم نرقلجها مشان هالفرق بالاقتصاد الفقر نشيله خلينا الأغنياء الموجودين بلبنان ما بس يفكروا بكيف يقدر يكونوا أكتر أغنياء خلينا نفكر من ناحية بدولة كيف يقدروا يوزنوا المجتمع طبعا مشان ما يصير عنا مشاكل عم تصير بغير معك حق وحلوك شدير في شي لفتلي ناظري بتقول يعني أنت حدثك بتقول أنه النساء وهلأ كل النساء رح يكونوا معك ورجال أكيد في فريق من الرجال أنه النساء لازم يكونوا عندها دور بالسياسة والمرأة لازم تنتخب امرأة وهذا كتير مهم أول شي يعني أنا بعتقد المشكلة الأساسية وكتبتها بكتابة إذا المرأة بالعالمنا العربي وبلبنان خصوصا اللي ما عندها أي عائق أن تنتخب المرأة هي المشكلة عم بتسبب حالها فالمرأة أولا لازم تنتخب نفسها ومع العلم أنه أنا يعني ما عندي فرق من ناحية السياسي وكذا بس أنا بتمنى أنه هلأ بما أنه ما بقى فيه رئاسة وزارة لما بيقرروا يعملوا رئيسة وزارة بدل ما يعملوا رئيس وزارة هذا طرح اليوم منقول أنه مدين ما يبقى الفراغ يكون فيه امرأة على رئيس رئيس وزارة ما تكون منتمية لأي كذا يكون كمان أنه نيوترالي على كل حال بتريح الشعوب الرؤساء الوزراء النساء مثل ماغاريت تاتشر وغيرها كانوا من أعظم رؤساء الوزراء ليش بالله يعني اليوم ما ناقص الشيء الامرأة وأنا بضم صوت لنص مختربين وتحية الومن انفرونت اللي أنا يعني عم شارك معهم أيضا اللي هن هدا هو يعني ها سياستهم ويعني كل اهتمامهم هو لهالشي أنه يكون عندها الامرأة دور فعال بالسياسة أصلا بتغير كتير لأنه هي سلمية وابتفهم وواعي وبتضحي طبعا مية بالمية لازم اللبنانية يفكروا بهالشي وليش ما نكون أول بلد عربي بيعمل رئيس بيزارة صح على كل حل دراستك وكتابك رائعين ويساميا في منتشكر حضورك معنا شكرا ان شاء الله يا رب انه يرجعوا المغتغبين يكون عندهم دور فعال والحكومة اللبنانية تلئلهم كمان أدوار تعطيونيهم ان يهتموا أكتر بهالوطن اللي عن جد دعانو إذا ما اشتغلنا كرميلو إن شاء الله مرسي لوجودك معنا شكرا مشاهدينا الكرام أنا بودعكم وبشوفكم نهار الخني صحنا نبقى مع زميل دهولة شكرا